السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناتي على يوتيوب كن ساي كان اليوم رح ناخد عن indirect question الأسئلة الغير مباشرة وهي بالمستوى الرابع لطلاب التوجيه ال indirect question تبدأ بعبارات مهذبة أو أدبية زي could you tell me هل لك أن تخبرني could you explain هل لك أن تشرح do you know هل تعلم do you mind دايما بيجي بعدها الفعل مضاف إلى ing هل تمانع I wonder أتساءل الدولابي لازم بدك لكم كلمة I wonder لأنه بثير تجي بالامتحان وبنسوا إنها هي لقاعدة ال indirect question اشترح إذا بدأ السؤال بال wh question اللي هني what to where when وهو إلى آخرة بنزل أداد السؤال اللي هي wh question بنقلب مع بعدها مثال where is your father now could you tell me where بتنزل زي ما هي بنقلب your father is بيصير your father is noun لازم نعرف إنه إذا كان عندي بعد ال verb to be اللي هي your أو my أو the بتنقلب مع الكلمة اللي بعدها يعني your father بقلبها كلياتها كاملة نأخذ مثال آخر where was that child playing where wh question بننزلها زي ما هي بعد do you mind telling me طبعا mind أجل بديها ing كثير بكررها لأنه ممكن بالامتحان الوزارة يجيبو لك لحد mind بس لازم تضيفي أول شي telling me بعدين إنه أكمل الجملة بنزل wh بعدين بقلب ال was مع the child the child كامل مش إنه أغلبها was and the ما بصير جملة غلط لازم was and the child was playing هسا إذا بدأت سؤال بال yes no question مثل verb to be is am are was where verb to have have has had والمودل well وكان وشل إلى آخر أنا ما حكيت معهم أفعال the be do قصدي لأنه لهم شرح خاص إذا بلشت السؤال بال yes no question لازم أولش أحط if or whether ونقلب الأول والثاني ناخد مثال is the bank open now بإيش بلشت ب is do you know بما إنه بلشت بأفعال ال be أو بال yes no question وما بلشت بال wh question بحط f بعدين بقلب الكلمة الأولى والثانية is the bank بقلب هن بيصير if the bank is open now مثال آخر will you attend the conference do you mind telling me بما إنه ما في عندي wh question بننزل f بعدين بقلب الأول والثاني ولا you بصير you will attend the conference بالنسبة لأفعال do أفعال دائما تحذف من السؤال ولا نقلب إذا عندي أفعال do لا نقلب سواء كان عندي wh question أو yes no question في أفعال do ما بقلب نهائيا تستبدل أو نرجع الجملة إلى الأساس سين إذا حذفنا do بخلي verb 1 يعني ما بأضيف أي شي إذا حذفنا does بأضيف للفعل s أو es إذا حذفنا dead بدي أحول الفعل للverb to نأخذ مثال أنا كاتب ملاحظة إذا بدأ السؤال بأفعال do يعني yes no question لازم أضيف f أو whether بس إذا جاء قبل أفعال do wh question تحذف ولا نضع f أو whether نأخذ أمثلي why do you keep silent why do you keep silent بحذف do could you tell me ما بقلب طبعا بنزل wh question ماشي هس أنا بعد do هيدو 1 هيدو عدت 1 2 3 3 هو الفعل دائما إذا كان عندي فعل مساعد الكلمة الثالثة هي الفعل could you tell me why إذا do إذا كان عندي do ما بأضيف أي شي للفعل when does the restaurant close do you mind tell me بنزل wh question بحذف does بمين ه does لازم أضيف للفعل s أو is الفعل هو الكلمة الثالثة 1 2 3 close هي telling me when the restaurant closes لعنو does لازم أضيف es why did you go to my office could you explain بنزل why بحذف الدد 1 2 3 go هو الفعل اللي هو اللي بتحول للتصريف الثاني الدد ماضي بتحول للتصريف الثاني بصير why you want to my office شكرا لكم ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي